الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الذاكرين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله إخواني الكرام حياكنا الله أخواتي الكريمات مع حلقة متجددة برنامج صحابيات صحابيات خير جيل مر على نساء العالم جيل الصحابيات جيل تنزل فيه القرآن رأوا فيه النبي العدنان جيل سمع الآيات وسمع الأحاديث جيل عاشوا في تطبيق هذا الإسلام جيل زكاه النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه جيل المؤمنين الصادقين والمؤمنات الصادقات الجيل الذي كان بحق خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني هذا الجيل نتعرف على مجموعة من النجوم اللامعات من الصحابيات رضي الله عنهن جميعا ولعل نجمة هذه الحلقة التي سنتعرف عليها ونقرب من سيرتها لنرى العجب العجاب لنرى الذكاء والفطنة والمودة والرحمة لنرى التميز والحسب والنسب والجمال نرى سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه عائشة عائشة كما يسميها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة التي كان يحبها حبيبنا أعظم حب ولو لم يكن إلا أنها أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لأحببناها لهذا الحب فإنا نحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم نحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا كان يحبها وكان في أمنا أم المؤمنين فنساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كما قال جل وعلا وأزواجه أمهاتهم أي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة رضي الله عنها التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بلا خجل أنها أحب الناس إليه جاء عمر بن عاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ من اللي تحبه؟ من أكثر واحد تحبه؟ جلب كميل له؟ فقال عائشة طبعا عمر رضي الله عنه كان من هذا السؤال يتأمل أن يكون هو من يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كل ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم عليه الصلاة والسلام فكان يظن أنه أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قال لا لا أنا ما بي من الرجال قال أبوها قال ثم من؟ قال عمر قال فوصل مرحلة أنه لن يصل بنسبة له إلى أن يجد الجواب بأنه من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فسكت عمر بن عاص رضي الله عنه وأرضاه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عاص بأن أحب الناس إليه عائشة دلالة على مقامها وعلى شرفها وعلى اختيار الله لها أن تكون زوجة من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحبها بل وأن يكون زواجه منها بوحي من الله تبارك وتعالى كيف كان ذلك؟ نعرف هذا بعد هذا الفاصل اليسير بتيسير الله قدير حياكم الله مرة أخرى ومع هذه السيرة العطرة ومع هذا الزواج المبارك زواج من فوق سبع السنوات فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية أن عائشة ستكون زوجة هذه الرؤية وهذا بالمناسبة عائشة رضي الله عنها كان عندها من ما عند الضرائر بين النساء الضرائر يكون بينهم يعني نوع من الغيرة نوع من يعني المنافسة والمفاخرة فكانت تفاخر عليهم فتقول أنا الوحيدة البكر التي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا التي زوجني الله مفوق سبع سنوات لذلك من شرف عائشة رضي الله عنها أن زواجها كان بوحي من الله تبارك وتعالى وفعلا تميزت عائشة رضي الله عنها وأتمنى أن يتعرف عليه كل نساء هذا الجيل بناتنا زوجاتنا جميع النساء من المسلمات ينبغي أن يتعرفن على سيرة عائشة لماذا؟ جمعت بين الذكاء والفطنة والعلم والحكمة لدرجة أنها ورثت من أبيها أبو بكر رضي الله عنها كان نسابا كان يعرف بالأنساب ويعرف بالقبائل ويعرف من بطون العرب فكانت هي قد أخذت هذا من أبيها فربت فعرفت من أبيها علوم القبائل والعشائر وضطون الناس وهذا من العلم الذي تميزت به عائشة رضي الله عنها بل إنها كانت تتساءل أحيانا كثير من مواطن التفسير بقران كريم كانت عائشة هي المسابقة إلى كشفها فإنه من ذكائها يتبادر إليها تساؤلات فتأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض له هذه التساؤلات ثم يجيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب في المعنى الصحيح للآية مثالها سمعت قول الله جل تبارك وتعالى في سورة المؤمنون عن من الصفات المؤمنون والذين كما قال جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون قالت من هم يا رسول الله تتساءل أهم الذين يزنون ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق لا يعدل لها فهمها قالت يا رسول الله هذا ما فهمت هل هذا الفهم صحيح هذا يدل على حرصه على طاب العلم وهذه أقولها من حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة رضي الله عنها أن تكون من التي يسأل ويستفسر حتى نعلم أكثر فأكثر عن الإسلام قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم فقالت هذا الوصف هذا الوصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله خايفين أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله ما جعنا منهم الذي كشف لنا معنى هذه الآية هي عائشة رضي الله عنها يوم سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألته سؤالا آخر الآن أتعرف على مواطن تميز عائشة بأنها كانت تسأل أسئلة ذكية تبرز منها إجابات نبوية نفهم بها الدين سألت مرة النبي صلى الله عليه وسلم عن آية في كتاب الله وفيها معارضة لآية أخرى أو حديث آخر ما هي الآية قال الله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يقول الله جل وعلا بهذه الآية أن هناك حساب وفيه مقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني الآية أن فيها حساب الحديث من نوقش الحساب عذب إذن كيف قال يا عائشة إنه الحساب للمؤمنين إنما هو عرض وليس مناقشة وتدقيق وهذا من كرب الله على المؤمنين اللهم جعلنا منهم يا رب العالمين وإلى لقاء آخر يسهدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر